بسم الله الرحمن الرحيم طلبة الماجستير المعني لمحاسبة النستوى الرابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اكمل مع حضراتكم حضرات التقويم المحاسبة للمشروعات اللي بنتناول فيها دراسة الجدوى للمشروعات الاستثمارية وبدأنا قبل كده مراحل دراسة الجدوى للمشروع الاستثماري واخدنا دراسة الجدوى القانونية والبيئية واخدنا دراسة الجدوى التسويقية ومن خلالها اقدرنا انقدر الاراضات المتوقع للمشروع خلال عمره الاقتصادي واخدنا كمان دراسة الجدوى الفنية او الهندسية وقدرنا من خلالها نقدر تكاليف المتوقع للمشروع سواء كانت تكاليف تنفيذ المشروع او تكاليف تشغيله واخدنا اخيرا مرة لفاية دراسة الجدوى التمولية اللي بحدد من خلالها مصادر التمويل المناسبة للمشروع نهارده ان شاء الله نبت administrator من حضراتكم دراسة الجدوى المالية دراس الجدوى المالية هدفنا من دراس الجدوى المالية تحديد مدى جدوى كل مشروع من الناحية المالية تحديد مدى جدوى كل مشروع من الناحية المالية طيب احدد المشروع مجدي والغير مجدي من الناحية المالية ازاي ببساطة كده بقارن اراداته المتوقعة اللي انا حددتها في دراس الجدوى انه تسويقية مع تكاليفه المتوقعة اللي انا حددتها في دراس الجدوى الفنية والهندسية أقارن ده بدا عشان حد المدى جدوى المشروع والله لو الإرادات أكبر من التكاليف يبقى المشروع مجدي والعكس ولكن هنا سؤال أقارن الإرادات بالتكاليف على أي أساس هل على الأساس النقضي ولا على أساس الاستحقاق لو استخدمت أساس الاستحقاق الأساس المحاسب المعروف اللي بتعد على أساسه القوام المالية يبقى أنا أقارن الإرادات المتوقعة للمشروع بالتكاليف المتوقعة للمشروع وطلع ما يسمى صاف الربح صاف الربح المحاسبي لو استخدمت الأساس الأساس للصحقاء واضح طيب لو استخدمت الأساس النقدي هقارن الإرادات المتوقعة النقضية للمشروع مع التكاليف المتوقعة النقضية للمشروع عشان يديني حاجة بسميها صافي التدفق النقضي للمشروع طيب أنا لما أحد المدى جدوى المشروع عايز أخد قرار بمدى جدوى المشروع هل استخدم الأساس النقضي ولا أساس الاستحقاق في تقييم المشروعات الاستثمارية في مرحلة دراس الجدوى باستخدم الأساس النقضي وليس أساس الاستحقاق إيه الفاري من الأساس النقضي وأساس الاستحقاق أساس النقضي بيعني أن أنا بعترف فقط بالإرادات والتكاليف اللي بيتم تحصلها وسددها نقدا الإرادات اللي تحصل نقدا فقط هي اللي يتم الاعتراب بيها وكذلك التكاليف اللي يتم سددها نقدا فقط هي الاعتراف بيها واضح؟ إنما أساس الاستحقاق بيقول لا الإرادات اللي اتحققت خلال الفترة يتم الاعتراف بيها حتى لو لم يحصل منها شيء وكذلك التكاليف اللي تخص الفترة يتم الاعتراف بيها حتى لو ما سددناش منها شيء يعني مثلا لو أنا بيعت ابضع خلال الفترة بمئة ألف جنيه أبطت منهم بس تلاتي لو أنا باستخدم أساس الاستحقاق هزبط إرادات الفترة مئة ألف الإراد كله اللي أنا حصلته واللي ما حصلته لأن الإراد دا اتحقق نتيجة بيع اللي بضعها خلال الفترة بمئة ألف جنيه يبقى الإراد داوات إراد محقق عن الفترة قدره مئة ألف جنيه طبقا لأساس الاستحقاق طب لو باستخدم الأساس النقدي لا هاعترف فقط بالإرادات اللي أنا حصلتها تلاتين ألف فقط واضح وكذلك التكاليف يبقى ده الفرق بين الأساس النقضي وأساس الاستحقاق طيب ليه إحنا دايما في مراحل دراس الجدوى لما نجي نقيم الجدوى المالية للمشروع بنستخدم الأساس النقضي وليس أساس الاستحقاق ليه؟ لسببين؟ أول سبب صف الربح المحاسبي اللي هو معد طبقا لأساس الاستحقاق ده بيتوقف على الطرق والسياسات المحاسبية المستخدمة يعني أنا لو بعيد قيمة دخل اللي منها بطلع صف الربح المحاسبي قيمة الدخل دي فيها مصرفات من ضمن المصرفات مثلا الإهلاك طيب الإهلاك ده وقت لو حسبته بطريقة القصة السابت هيختلف عن طريقة القصة المتناقص هيختلف عن طريقة كذا وكذا عند طرق كتير الإهلاك صح كده؟ المخصصات نفس الكلام يبقى أنا عند طرق وسياسات محاسبية مختلفة فبالتالي صف الربح المحاسبي اللي هيطلع في قيمة الدخل هيتوقف على الطريقة المحاسبية اللي أنا شغال بيها صح؟ لو عملت قيم الدخل باستخدام طريقة القصة السابت في حساب الإهلاك هلقى أتطلع لصف الربح مخالف تماما لصف الربح لقيم الدخل باستخدم فيها طريقة القصة المتناقص لحساب الإهلاك إذن صف الربح المحاسبي بيتوقف على الطرق والسياسات المحاسبية اللي أنا هستخدمها فبالتالي لو اعتمدت على صف الربح المحاسبي في تقييم المشروع يبقى أنا كأني باعتمد على الطريقة أو السياسة المحاسبية اللي أنا باستخدمها بتبقى هي دي المحدد في قبول أو رفض المشروع ممكن نستخدم طريقة محاسبية معينة تطلع لصف أرباح عالية للمشروع في قيمة الدخل بينما لو استخدمت طريقة محاسبية تانية يطلع لصف أرباح أقل طب في الحالة دي أقيم المشروع إزاي؟ مدى جدوى المشروع إزاي؟ إذا كان التقييم أو المعيار اللي أنا باستخدمه اللي هو صف الربح المحاسبي دو بيتوقف على الطريقة او السياسة المحاسبية اللي انا هاختارها يبقى ان لو عايزة تطلع صف الربح محاسبي عالي هاختار طريقة محاسبية معينة تطلع لصف الربح عالي فبالتالي ده عيب في اساس الاستحقاق فبالتالي ماقدرش يستخدم صف الربح المحاسبي في تقييم مدى جدوى المشروعات الاسمارية من الناحية المالية النقطة التانية دايما ان المستثمر دوت بيدور على النقضية مهموش اوي تقول له انت الفلوسك ديت لو حطتها معايا لو شغلتها معايا هتكسب كان لا ماليهمو ايه يهمو تقول له الفلوس دي هتتردلي امت الفلوس ديت هيتضفق منها ان قدية كل قدية وقدية خلاص يبقى بيهم جدا المستثمر انه ياخد معلومة او يحصل على معلومة عن ان القضية اللي هيحصل عليها نتيجة استثماره وليس فقط عن الربح اللي حققه نتيجة استثماره يعني ممكن جدا مشروع يكسب في السنة 100000 جنيه صافي ربحه يكون 100000 جنيه وتفتح خزنة المشروعات لا فاضية مفاش نقدية مفاش فلوس هل دا يرضي المستثمر؟ لا مش هيرضي المستثمر ليه؟ لان المستثمر محتاج دايما اموال محتاج دايما انك تردله اموال عشان يعيد استثمارها تاني فبالتالي يكسب اكتر فهو محتاج دايما معلومات عن النقضية عن النقضية فهو لما هيجي يقيم مشروع استثماره قبل ما يدخل فيه هيهمه جدا يعرف المشروع الاستثماري ده هيدخل له نقضية دي مش بس هيكسب ربح محاسبية دي لا هيدخل له نقضية دي والنقضية دي هتيجي امتا؟ عشان يبتلي يحط خطط للنقضية اللي جاية دي طب هستثمارها في ايه لما تيجي؟ عشان يدور الفلوس فبالتالي يكسب اكتر واضح يبقى من هنا التقييم المحاسبي للمشروعات من الناحية المالية بيتم على الاساس النقضي وليس اساس ليه؟ لاستخقاق طيب لو استخدمت الاساس النقضي إلا هيحصر هاجل للمشروع اللي أنا بقيم مدى جدوى واشوف اراداته المتوقعة واجيب منها الارادات النقضية وكذلك التكاليف المتوقعة واجيب منها التكاليف النقضية وقارن الارادات النقضية بالتكاليف النقضية الارادات النقضية بيسموها ترفقات نقضية دخلة للمشروع والتكاليف النقضية ترفقات نقضية خارجة من المشروع قارن ده بدأ عشان يديني صافي الترفق النقضي للمشروع يبقى في كل فترة من فترات حياة المشروع هيتم تقدير نوعين من الترفقات النقضية ترفقات نقضية دخلة وترفقات نقضية خارجة امثل الترفقات النقضية الدخلة اول حاجة متحصلات من المبيعات خلال كل فترة من فترات التشغيل المشروع اللي أنا هنشئه وليكن مشروع تجاري مثلا هبيع بضاعة معينة أهم عنصر من عناصر الترفقات النقدية اللي هتدخل لي كل سنة أو كل فترة ايه متحصلات المبيعات الفلوس اللي هتجيلي من وراء المبيعات واضح متحصلات بيع الأصول خلال كل فترة لو جيت في فترة مثلا آلة بازت فهبيعها الفلوس اللي هتجيلي من وراء بيع الآلة دي متحصلات تبقى ترفقات نقدية داخلة رأس المال العامل المسترد في نهاية عمر المشروع ده هنعرفه بتفصيلنا من نوصله إن شاء الله متحصلات من بيع الوصول في نهاية عمر المشروع لما المشروع يقف وعمره الاقتصادي يخلص الألات بقى والوصول بتاعته عامل في ايه هبيعها وهيجي لنا قدية يبادي كلها ترفقات نقضية ايه دخلة طب ناحية تانية ترفقات نقضية الخارجة زي ايه تكلف الاسمارية خلال فترة الانشاء تكلف الاسمارية اللي احنا اخدناها في دراس الجدول الفنية والهندسي تكلف التشغيل السنوية واخد بالك كل دول تكلف نقضي لانها ترفقات نقضية خارجة تكلف نقضي مدفعات الضريب المتوقعة حلال فترات التشغيل الضريب اللي انا هدفعها كل سنة من السنوات اللي انا هشتغلها المدفعات المتوقعة للشراء وإحلال وتجديد الاصول خلال عمر المشروع لما يبوز عندي آلة واشتري غيرها طب انا هشتري غيرها هدفع فلو المدفعات دي تعتبر ترفقات نقضية ايه خارج اي مدفعات نقضية اخرى تانية واضح يبقى انا بساطة في كل سنة بشوف الترفقات الداخلة خلال السنة مصادرها ايه وهي ادي وقارنها بالترفقات الخارجة خلال السنة عشان يديني في النهاية الفرق بينهم اسمه ايه صافي الترفق النقضي السنوي لكل فترة من حياة المشروع صافي الترفق النقضي السنوي يبقى في دراسة الجدول المالية مطلوب من حضرتك ببساطة كده لكل مشروع هتقيمه تجيب الترفقات الداخلة وتجيب الترفقات الخارجة لكل سنة وتقارنهم ببعض عشان تطلع الصافي بتاعهم صافي ترفق النقضي خلال الفترة طيب نشوف المثال ده مثال صفحة 73 المثال ده بيقول لي التكاليف الاسمارية لأحد المشروعات الاسمارية قدرت بمبلغ 240 ألف جنيه وتقدر الإرادات والتكاليف الجارية المتوقع خلال عمر المشروع والداني جدول في خمس سنين اللي هي عمر المشروع خمس سنوات عمر المشروع خمس سنوات الداني في الجدول قيمة المبعات خد بالك بقى قيمة المبعات ده إرادة المبعات طيب هل قيمة المبعات دي كلها أنا أحصلها سنويا والداني فيها مبعات أجيلة هنشوف وداني كمان في الجدول التكاليف الجارية لما أديني التكاليف الجارية ويسكت يبقى التكاليف دي كلها نقضية التكاليف كلها نقضية واضح؟ طيب بفرض أن قيمة المبعات يحصل منها خلال نفس العام الذي يتم فيه البيع 80% يعني مثلا أنا بيعتي في السنة الأولى بـ 200 ألف جنيه هل هحصل لـ 200 ألف جنيه كلهم؟ السنة دي لا قال لأنا بحصل منهم السنة دي 80% والسنة اللي جاية بحصل للباقي يبقى التحصيل ده اللي بيحدد للتدفق النقض الداخل نتيجة إيه؟ المبعات واضح؟ طيب قال لي فيما عدى السنة الأخيرة هيتم تحصيل قيمة المبعات بالكامل السنة الأخيرة طبعا المشروع هيقف بعديها فمش هبقي حاجة للسنة اللي بعديها فبالتالي هحصل القيمة كاملة هتيبقى كلها ترفقات نقضية داخلة خلال الفترة الأخيرة دي قال لي المطلوب بتاعنا نقدر الترفقات النقضية الداخلة خلال عمر المشروع وترفقات النقضية الخارجة وكذلك صاف الترفق النقضي شوف انا بعمل ايه؟ اول حاجة هنقدر الترفقات النقضية الداخلة خلال عمر المشروع ترفقات الداخلة دي اللي هو من الدهالي من الديني فقط المبعات ترفقات داخلة نتيجة مبعاتي طيب المبعات دي انا هبتدى بيعها من امتى؟ من اول سنة شغل السنة واحد واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة قدل خمس سنوات العمر الاقتصادي المشروع ماشي؟ انا عايز بقى المبعات ده في كل سنة احدد منها كم هحصلوا وكم مش هحصلوا لان اللي يهمني ايه؟ المتحصلات من المبعات خلال السنة كل سنة انا حصلت من اراد مبعاتي قد ايه؟ هي دي الفكرة انا بشغال بالاساس النقضي واضح؟ طيب تعالي اعمل الجدول ده عشان احدد ترفقات النقضية الداخلة من المبعات ادي قيمة المبعات السنوية 200-300-500-300-100 السنة الاولى انا بعت بـ 200 الف جنيه السؤال هل حصلتهم كلهم؟ هو مديني وقايل لي 80% منهم بيتحصلوا في نفس السنة يبقى المحصل من نفس العام 80% يبقى 80% في المتين يعني 100 وكم؟ 160 واضح؟ طب والباقي هحصلوا السنة اللي بعديه يبقى الباقي بتوع المتين اللي هم اللي 40 هحصلوا السنة اللي بعديه واضح؟ طب خلال السنة الاولى زي ما انا كده حصلت 160 من 200 الف دول صح؟ طيب هل انا كنت شغال في السنة اللي قابليها بايع في السنة اللي قابليها حاجة؟ لا يبقى محصلتش من الرات السنة اللي قابليها حاجة يبقى المحصل من مبعات العام السابق مفيش في السنة الاول يبقى جماع الترفقات النقضية المحصلة الترفقات النقضية من مبعات من مبعات بتاعت الشركة بتنقصب لجزئين المحصل من مبعات نفس السنة هيبقى 80% من مبعات نفس السنة زائد المحصل من مبعات السنة اللي فاتت يبقى 20% من باعات السنة اللي فات واضح؟ يبقى هنا السنة الاولى انا بعت بـ 200000 حصلت 80% منهم انا حصلت 160 وما كانش عندي مباعات السنة اللي فاته طبعا فالترفق النقد الداخل في السنة الاولى 160 اهو الترفق النقد السنة والداخل 160 تعال بقى للسنة التانية بعت بـ 300 هحصلهم لا حصل منهم 80% يبقى 80% بـ 300 240 و ايه كمان وفي نفس السنة التانية دي هحصل الـ 40000 اللي بقيين من السنة اللي فاتت الـ 40000 ده هيه اللي بقيين من المتين ده هم اهو يبقى حصل من مباعات العام السابق 20% يبقى 20% من المتين يعني 40 فبالتالي في السنة التانية حصل 240 و 40 يعني حصل كام 280 واضح؟ سنة التالتة 500 هحصل منهم 80% يبقى حصل 400 و ايه كمان؟ وهحصل 20% من مباعات السنة اللي فاتت اللي هي الثلتمية ثلتمية وعشرين في المية عن الستين واضح؟ يبقى 460 ده اللي أنا حصله السنة التالتة السنة الرابعة نفس الكلام ثلتمية حصل منهم 80% عن 240 واضح؟ بالاضافة للمية اللي بقيين من السنة الفات ما حصلتهمش اهو السنة الفات كانوا 500 حصلت منهم 400 والمية حصلهم السنة ده هم يبقى إجمال اللي حصله في السنة الرابعة 240 ومية يبقى ثلتمية وكام واربعين السنة الاخيرة بعت بمية هبقى إيه يبقى حصل مية كلهم بالاضافة للمين للستين اللي بقيين من السنة الفاتت من الثلتمية ده هم يبقى في السنة الاخيرة حصل مية وكام مية وستين وتبقى دي الترفقات النقدية الداخلة خلال فترة حياة المشروع الخمس سنوات وتلاحظ ان احنا عندنا مصدر واحد بس في المثال ده وهو المبيعات وهو المبيعات واضح؟ طيب تقدير صحف الترفق النقد السنوي صحف الترفقات النقدية السنوية اللي هو الفرق بين الترفقات الداخلة والترفقات الخارجة طيب اعملها ازاي؟ بعمل جدول زي ده قادر خمس سنين اللي عندي وبزود السنة بتاعة الانشاء ليه؟ لان بيحصل فيها ترفق نقد خارج اللي هو التكاليف الاستثماري فلو رجعنا للنسال هيقول لك ايه؟ التكاليف الاستثماري للمشروع كانت ميتين واربعين الف طيب دي ترفق نقد خارج بيخرج جمتها في السنة صفر صح؟ يبقى لازم اضيف السنة صفر كل اللي بيحصل دلوقت قادر ترفقات النقدية الداخلة اللي انا جايبها من الجدول اللي فات ده بدأ من السنة ايه؟ من السنة واحد طب السنة صفر مفيش ترفقات نقدية داخلة فيه يبقى بحط الهوم كده الخامسة دول هنا اهوم واضح والسنة صفر مفيش ترفق داخل تعال بقى الترفقات الخارجة السنة صفر هيخرج بس التكلفة الاستثمارية اللي هي المتين واربعين الف طبعا الارقام هنا بالالف ماتين واربعين الف طب السنة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة سنوات التشغيل يخرج التكاليف التشغيلية التكاليف الجارية اللي من دهالي في الجدول التكاليف الجارية وزي ما قلت لك لو اداك التكاليف الجارية وما جابش عنها معلومة يبقى كلها نقدية فبالتالي بعتبر التكاليف الجارية كلها ترفقات نقدية خارجة خلال عمر المشهو يبقى تكتب للترفقات النقدية الخارجة اللي هي التكاليف الجارية هنا 140 و 200 و 200 و 200 و 200 و 80 تعالى بقى لكل سنة جيب صاف الترفق بتاعها السنة صفر مفيش داخل و خارج 240 يبقى صفر ناقص 240 يبقى 240 ايه خارجين السنة الاولى داخل 160 و خارج 140 يبقى 20 صاف الترفق ناقدي موجبهه السنة التانية 280 ناقص 200 يبقى 80 360 ناقص 300 يبقى 160 320 يبقى 120 160 ناقص 80 بقى 80 كل السنوات لها ترفق ناقدي موجبهه سنة الايه سنة الانشاء السنة الصفر واضح يا جماعة دي ببساطة دراسة الجدوى التمويلية بيتم فيها مقارن الترفقات النقدية الداخلة مع الترفقات النقدية الايه الخارجة الفارق بينهم بيدين اصاف الترفق النقدي خلال حياة المشروع واضح طيب فيه حاجات تانية في دراسة الجدوى المالية فيه طبعا فيه مشاكل بتقابلني وانا بحدد ترفقات النقدية الداخلة وكذلك وانا بحدد ترفقات النقدية الخارجة المشاكل دي هنشوفها ان شاء الله ونبتري فيها المرة الجاية ولكن مبدئيا المثال ده مهم جدا عشان حارك تعرف احنا هنشتغل ازاي في دراسة الجدوى المالية هتلاقيني بطلب منك صاف الترفق النقدي للمشروع خلال عمره الاقتصادي هايبقى لزامن عليك انك تجيب الاول ترفقات النقدية الداخلة الترفقات النقدية الخارجة من كل مصادرها هنا وهنا وبعدين تعمل جدول زي ده تقارن فيه الترفقات الداخلة مع الترفقات الخارجة المرة الجاية ان شاء الله نبتري في المشاكل اللي ممكن تقابلنا وانا بحس الترفقات اوصاف الترفقات النقدية السنوية للمشروع ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله نبتري فيها على طول شكرا وسلام عليكم